اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء أن استضافة سباقين متتاليين للفورميلة وأن خلال مدة وجيزة وبنجاح يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من خبرات وطنية في استضافة وتنظيم المسابقات الرياضية الدولية على أرضها منوها بأن الكوادر الوطنية بالعزم والعطاء للوطن تتخطى التحديات وتواصل تحقيق الإنجازات وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وقال سموه حفظه الله إن مملكة البحرين ترسخ مكانتها على الخارطة العالمية في مختلف المحافل بارتكازها على روح الفريق الواحد الذي يتميز بها أبناؤها مشيرا إلى أن النجاح الذي حققه سباق جائزة رولكس لسخير الكبرى للفورميلة ون 2020 جاء نتاج الخبرات المتراكمة والجهود المبذولة لجميع القائمين على استضافة السباق الذين يستحقون الشكر والثناء على ما أظهروه من إخلاص وتميز أثناء أداء عملهم وهنأ سموه الفائزين في السباق معربا عن شكره لكافة الفرق المشاركة التي قدمت أداء تنافسيا متميزا على مطمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط كما أعرب سموه عن خالص تقديره للحضور من العاملين في الصفوف الأمامية من كوادر طبية وجهات مساندة وعوائلهم الذين اكتست مدرجات حلبة البحرين الدولية بهم مشيرا إلى ما قدموه من عطاء في مختلف مراحل التعامل مع فيروس كورونا من جهود هي محل شكر وامتنان فبعمالهم الدؤوب والمستمر تواصل البحرين تحقيق أهدافها في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في ظل الجائحة العالمية متمنية نأسموه لهم دوام التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة